دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم على إثر هجوم واسع شنته الميليشيات الانقلابية تحت تغطية نارية كثيفة وقصف مدفعي شنته الميليشيات إلى جانب قصف صاروخي من مواقع الميليشيات الانقلابية في مديرية دمنة خدير المقاورة لصبر الموادم الميليشيات حشدت منذ أيام لهذا الهجوم واستقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة مكونة من عدد الأطقم العسكرية والأفراد والمدافع لكنها لم تتمكن بحسب مصادر ميدانية في قوات الجيش الوطني من إحراز أي تقدم في هذه الجبهة بفعل الصمود الكبير الذي أبدته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين تمكنوا من صد هجمات الميليشية الانقلابية رغم الكثافة النارية التي استخدمتها الميليشيات في هذا الهجوم ورغم القصف المدفعي الذي طال عدد كبير من قرى عزلة الشقب من مواقع الميليشيات في قرية النقد الأبيض شرق مديرية صبر الموادم لكن الجيش الوطني تمكن من صد هجمات الميليشية التي استمرت لساعات ولم تتمكن الميليشية الانقلابية من إحراز أي تقدم في هذه الجبهة في القانب المقابل في جبهة الصيل والتي هي قريبة من عزلة الشقب ومن جبهة الشقب مديرية صبر تبادل الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية قصفا مدفعيا مكثفا الجيش الوطني من مواقعه في قرية الصيار والميليشيات الانقلابية في منطقة الشرف والعقيبة بحسب مصادر في اللواء 35 مدرع فإن سبعة من عناصر الميليشيات الانقلابية قتلوا على إثرها الاستهدافة الذي نفذه الجيش الوطني بالمدفعية على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة العقيبة وفي منطقة الشرف بالتحديد في جوار مدرسة النقاح التي تستخدمها الميليشية الانقلابية كثكنة عسكرية لها في هذه الجبهة فواز لو انتقلنا للحديث عن عملية اغتيال الجنود مازالت مستمرة هل تبينت لكم الجهة المنفذة لهذه العمليات أكثر ما يؤرق أبناء تعز هذه الفترة هي كثرة عملية الاغتيالات المستمرة بشكل شبه يومي في مدينة تعز وهو ما أفقد الثقة بالجيش الوطني وبالمقوم الشعبي لدى المواطنين الذين لم يروا أي تحرك من قيادة الجيش الوطني ومن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة لإيقاف هذا القاتل الذي يغتال خيرة شباب الجيش الوطني بشكل شبه يومي لم تتحرك السلطات الأمنية والعسكرية بشكل جدي لإيقاف هذا العبث بأرواح الأبرياء وأرواح أبناء الجيش الوطني لم نحصل على أي معلومات من القانب الأمني عن القهة المنفذة لهذه الاغتيالات المتكررة بشكل شبه يومي لكن بيانات السلطة المحلية والسلطة الأمنية في المحافظة دائما ما تلقي باللوم إلى خلايا نائمة تتبع الميليشيات الإنقلابية لكن لم تتمكن حتى الآن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الخلايا التي تقوم بهذه العمليات العمليات الاغتيالات الشبه يومية في المدينة اليوم مغتلاح أفراد اللواء 17 مشاه أثناء عودته من مواقعه في قبل هان غرب المدينة ولم تتحرك الأجهزة الأمنية أو على الأقل لم نرى أي تحرك جدي للأجهزة الأمنية لإيقاف هذا العبث الذي أصبح شبه يومي هنا في مدينة تعز طيب فواز بالانتقال إلى الحديث عن الألغام وقصف الميليشي لمناطق السكان ضعنا في صورة وضع الأهالي في هذه المناطق نعم الألغام هي أكثر الأسلحة التي تستخدمها الميليشيات الانقلابية في حربها ضد أبناء محافظة تعز كل المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية تزرع في محيطها كثافة كمية كبيرة من الألغام في محاولة من الميليشيات وفي اعتقاد منها أنها تعيق عملية تقدم الجيش الوطني لكن بالمقابل هناك المئات من الأبرياء الذين راحوا ضحية هذه الألغام التي تزرع بشكل عشوائي وبدون استخدام الخرائط الجيش الوطني تمكن من انتزاع الكثير من الألغام التي تزرعها الميليشيات الانقلابية لكن شحة الإمكانيات لدى الجيش الوطني يجعل من عملية استخراج هذه الألغام بشكل كامل عملية معقدة وشبه مستحيلة نظرا لكثافة هذه الألغام ولزراعتها بشكل عشوائي في المناطق الآهلة بالسكان في أوسط الأحياء السكنية في الطرق في جوار المنازل السكنية التي تتمركز فيها الميليشيات وما إن تنسحب الميليشيات من هذه المنطقة إلا وقد زرعت العشرات لم يكن المئات من الألغام التي تجعل المواطنين فريسة سهلة لهذه الألغام دون أن نسمع أي تحرك من المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية إذا هذه القريمة التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء الذين لا ذنب لهم كما سمعنا بالأمس من رئيس شعبة الألغام هنا في تعز أن الأمم المتحدة قدمت قرابة 17 مليون دولار لمكافحة الألغام وسلمت للحوثيين مع العلم أن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تعرف أن الميليشيات الإنقلابية هي الوحيدة التي تقوم بزراعة هذه الألغام ومع ذلك تسلم هذه المبالغ أشبه ما بات يطلق عليه هنا في تعز مكافأة من الأمم المتحدة ومنظمات الحقوقية للميليشيات الإنقلابية على هذه القرامة التي ترتكبها